اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رئيسة الفلسطينية من خطورة استمرار جرائم المستوطنين بدعم وحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقال النطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينة ان هذه الاعتداءات والجرائم من قبل المستوطنين ما هي الا نتيجة لاستمرار حرب الابادة التي تشنها دولة الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته ومنتلكاته محملا حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم حذرت وزارة الخارجية البولندية مواطنيها من السفر إلى اسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن استبعد حدوث تصعيد مفاجئ للعمليات العسكرية وهو ما قد يسبب صعوبات كبيرة في مغادرة هذه الدول الثلاث تترقب اسرائيل بقلق هجوما من جانب إيران أو وكلائها وذلك مع تزايد التحذيرات من رد انتقامي على مقتل قائد عسكري كبير في مجمع السفارة الإيرانية بدمشق الأسبوع الماضي ويأتي هذا في وقت قال فيه جيش الاحتلال إن قوته في حالة تأهب قصوى ومستعدة لمجموعة من السيناريوهات توقع رئيس الأمريكي جو بايدن أن تحاول طهران توجيه ضربة لإسرائيل في المدى القريب وذلك ردا على تدمير القنصلية الإيرانية في دمشق وحض إيران على عدم مهاجمة إسرائيل وقال بايدن إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل ودعمها في مواجهة إيران مشاهدينا وصلنا إلى نهاية المجز ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو الكير كود الظاهرة مع محاضرتكم على الشاشة شكرا لكم على تطبيق المتابعة تحياتي أنا كريم الخولي وإلى اللقاء